في وقت يسعى العراق لتمتين جبهة اقتصاده وتنوع مصادر الدخل بالخروج من فوهة الانتاج النفطي إلى مجالات أخرى يواجه البلد أزمة تهريب الدولار والتي رافقت سوقه في السنوات الأخيرة بما لا يدع مجالا للشك في تأثير الذبذبة السعرية للدولار على قيمة الدنار وغلاء الأسعار تواجه الحكومة بكل ما أوتيت من خطط ووعود وعمليات ضبط تهريب الدولار لدول جوار قالت إنها وضعت آلية للتعامل مع نزيف الدولار إلى الخارج وهنا ومع قرارات سابقة للبنك الفيدرالي الأمريكي وبالتعاون مع المركزي العراقي وتحت إشراف حكومي عادت الخزانة الأمريكية بعقوبة جديدة على مصرف من مصارف العراق لضلوعه كقناة بتمويل الإرهاب ليدرج على لائحة العقوبات بعد تأكيد البنك المركزي أن العقوبة الأمريكية جاءت عقب مخالفة المصرف للقوانين حسب أنشطته التي نفذها في 2022 وقبل هذا المصرف واجه نحو 14 مصرفا عقوبات صارمة لمنعها من دعم مؤسسات ومنظمات إرهابية تبحث واشنطن إذن بشراكة مع الحكومة العراقية على طاولة التقارب لإيجاد خطوات تكبح تهريب الدولار لإيران على وجه الخصوص بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية والتي زار وكيلها بريان نيلسون العراق وبحث مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني سبل حماية الأنظمة المالية العراقية والدولية من الجهات الفاسدة والإرهابية لكنه حذر من أن العراق يجب أن يضع صوب أعينه دوما مخاطر العقوبات الخزانة الأمريكية التي تشعر بارتياح لأدوات البنك المركزي الشفافة لتحديد التدفقات المالية غير المشروعة والتي تمر عبر نظام المالي العراقي تقبلها دعوات في الشارع العراقي لإيقاف نزف الدولار والذي بات يرهق التاجر والمواطن على حد سواء في حال اقتصادية صعبة يعيشها العراق منذ زمن